السلام عليكم صحافة توركم. كانوا بعض التلاميذ بعتولي هاد الوضعية. هي ماشي ظهرها ملاح لخطر بعتولي بفيسبوك. هي الكتابة ماشي ظهرها ملاح. فسح نحاول بقدر الامكان بينكم الموضوع. على حسب ما نفهم النوع ونفهمكم بطريقة الحل كيف اشتحل. تبعوا معي هنا عدنا قام النادي الرياضي باجراء دراسة حول الوزن خمسة وستين رياديا منتسبا اليه. ونظمة النتائج الاتي. هنا الوزن بالكيلوغرام. هنا عندي ما بين ستين وخمسة وستين. انا عندي ما بين خمسة وستين وسبعين. انا عندي ما بين سبعين وخمسة وسبعين. وهنا عندي ما بين خمسة وسبعين وثمانين. هل تلاحظ بني هاد الوزن منظمة في فئات متساوية المادة. كانت عمل هنا. كان نبحث عن المادة الفئات. عندي خمسة وستين نقص خمسة. سبعين نقص خمسين خمسة وستين تعطينا خمسة. هذا الجدول المنظم في فئات متساوية المادة المادة هو 5 هذا المادة الفئات أما المادة السيسي للإحصائية هو المعلومة الكبيرة النهائية ناقص المعلومة الصغيرة النهائية معانتها 80 ناقص 60 ونلقى 20 هذا المادة السيسي للإحصائية هو 20 أما المادة الفئات هو 5 ما بين المادة الفئات والمادات السيسي للإحصائي نمشي وهنا نبين وعود لهذا الأعداد هنا عندي 10 هنا عندي 20 هنا عندي 26 وهنا عندي 9 أنا حاول نبين الموضوع الله يحفظكم بالنسبة لي بعتوا تمارين الله يخبركم حاولوا تطورهم بطريقة جيدة ولا حاولوا تتقانيهم اما حاولوا كيفاش الموضوع يكون ضهر مية بالمية ولا عملوه في البرتر لكي يكون الموضوع ضهر لنحاول ما حاولنا سنحاول قدري اي مكان لكي نعاونك سنبع معي بالنسبة لمراكز الفئات مراكز الفئات كي نخرجوه هنا قال لك أكمل ملء الجدوان يعني كثير من ملء الجدوان راحل معي بالنسبة لمراكز الفئات كي نخرجوه هنا مراكز الفئات كي نفهم مراكز الفئة هو منتصف الفئة منتصف معنى هو الوسط للفئة ما بين 65 و 65 ما يأتي الوسط ستحه يأتي في 62.5 هذه 62.5 كي نوجدها نجمع هذيك هنا 65 نجمع الكبيرة زائد صغيرة على اثنان على اثنان ونلقى هنا 65 زائد 60 تعطينا 125 قسمة اثناني وتعطينا هنا تعطينا 62.5 نمشي للبابين 65 و 70 نفس الشيء نعمل 70 زائد 65 على 2 ونلقى هنا ما المفرود 65 تعطينا 135 ونقسمها على اثناني حنا نشوفوا هنا تبا المنتصف هي 67.5 هنا ما بين 70 وال 75 كانت 72.5 وهنا ما بين 75 وال 80 كانت 77.5 المنتصف التحى هنا ثم تعاملوا بالنسبة لكم تعاملوا ستبعين زائد 65 على اثنين عودة هنا 75 زائد 70 على اثنين وهنا ثمانين زائد 75 هنا انا احسبنا حل مباشر وانيش نحاول نحل نحل مباشرة مثلا نستعمل شوية ذاكات وما انه بعدشان يوري لكم الطريقة المباشرة تقدروا ما تتبعوني شانا نوري لكم بلي هذي المركز الفئة هي منتصف الفئة منتصف. كما اللي كنتوا تعملوا منتصف طاقتها في المعالم قلتوا تعملوا اكس بي زائد اكس آ على اثنان تعملوا الجمع ما تعملوش ناقص بالنسبة للمركز والله المنتصف دائما تعمل زائد وكسمة اثنان ما تعملش ناقص. اه تكرار المجمع الصعيد تكرار المجمع الصعيد قلنا باللي نبدأ باصغر اصغر معلومة اصغر الفئة اللي هي هذا الفئة الصغيرة هذي اللي نبدي بها. ايا نمشي نمشي نبدأ تكرار الطاحة هاي دي تكرار الطاحة. نمشي نبوضعه هنا عشرة. اي عشرة زائد عشرون. ونحط النتيجة هنا. تعطينا هنا ثلاثون. عاو ثلاثين. نزيد لها ثلاثين زائد لها ستة وعشرين. تعطينا هنا ستة وخمسين. عاو ستة وخمسين. نزيد لها تسعة. تعطينا هنا عندي زائد هادو زائد. فالمجمع كيقولوا لنا المجمع مع انتها كين تجميعها مع كين زائد. انت هنا خمسة وخمسون زائد خمسة زائد تسعة عفوا. تعطينا هنا خمسة وستون. ودايما هي الاخانة التالية. دايما يكون فيها المجموعة تاكلش. هاي دي هدي عن حدا وراتكم منها. كان يعطيكم كمية للخمسة وستين وطلقها في تالية طلقها سبعين ولا ستين ولا اثنين ولا خمسين ولا. انا عرفو حكب الله دايما هنه يكون عندي المجموعة. انا مشين بعد مش قالونا احسب بتلوير الوحدة المعدل هدي معدل ووزن هؤلاء الرياضيين. المعدل كيش نحاسبوه المعدل هاتوا نخدموه الكمية هنا. باش نربح المكان وباش من التلفاش مع عليش نحاول نخدموه. هنه المعدل اي هو ام. ام هو اسمه هو هذا المعدل هذا المعد اللي هي المعدل وش هو هو مجموع جداء مراكز الفئات وتكرارها على مجموع التكرار ايه جنو نخدمه هذا نوع بالنسبة للحساب نخليكم الحساب لكم انا ما نقومش بالحساب نعطيكم الكيفية نحل كامل الموضوع فيه بضع دقائق ونقوم بالحسابات وكلش سنوري لكم كامل طريقة بالتفاصيل لحل معي باش نحل بزاف موادع ماش نجاوب حتى بعد احيان بعض الاحيان بعتوا لي في الجيميل نحطه لكم في كيتمشوا القناة رحوا للأبروبو تصيبوا حتى جيميل تبعتوا فيه ليسويجيو سوالح ماش نجاوبكم لا يخليكم اني هذا لقيته في فيسبوك انا نجاوب عليه باش عاون نجاوب الاخرين بتاع الجيميل اللي هم يبعتوا لي فيهم ماش نجاوب يعني انتما ما نقدرش كل شي نخدمه بالتفاصيل بس احنا نوري لكم كل شي كاش تخدموا ما نبقى لكم الحسابات انا حسيبة وحسب نمشيو اللي هنا مجموعة جودة مراكز الفئة معنتها هنا نرفد هذا هو المراكز الفئة 62.5 65.5 72.5 77.5 هادي ماشي نضربها في التكرة ماشي في المجمع التكراري في التكرة ايام عنتها هنا يكتب 62.5 في 10 زائد 67.5 في 20 زائد 72.5 في 26 زائد لا عفوا هنا اخرجت 77.5 خمسة في 9 على المجموع اللي هو خمسة وستو هنا قال لك المعدل ودن هؤلاء رهاوة المعدل تلقاه هنا تسيب النتيجة تعمل بالألة حسيبة وتخرج النتيجة قال لك ما هي الفئة التي تسنتمي إليها الفئة الواسيطية الواسية دروق الواسيط نفهمه هنا دروقنا نقبضه الفئة الواسيطية دروق نخرجوها لاحظ معيك والش نخرجو بالنسبة للفئة الواسيطية وزم عدها الفئة الواسيطية والjud sol الافئة التي تنتمي إليها معلومة الواسية ما هي هي التي تكون في الواسط التي تكون في الواسط وهي تكون في الواسط يجب درجاء 65 وười الوسطى التحيوات الوسطى التحيو cha 65 نقسمها ?!? يعني ما نقدرش نقسمها على الجنة نزيد لها واحد كي يكون فردين نزيد لها واحد نحوصه على الرطبات الواسطة اين هيكون 65 زائد واحد تعطينا 66 نقسمها على اثنان تعطينا 33 معنتها المعلومة الوسطى هي دات ترتيب التكرار ثالث وثلاثون ثالث وثلاثون ايا نحوصه على ندروق نبحته على 33 اين هو ايا هنا عندي عشرة ما كماشي هذه ما شهاد الفئة هناك نزيد لها عشرين تولي 30 ياك ايا هادي فيها دروك 26 معنتها الله حاسب معي هنا جينا 31 والرطبة 31 والرطبة 32 هنا عندي 26 كل دي عندي 26 نقطة هايدا 26 نحطها ايا هنا عندي عشرة عشرين نجيبونا 30 بنا هنا نجيبونا 31 32 33 33 رهي هنا معنتها الفئة الواسطية هي هذه هذه هي الفئة الواسطية هذه هي هذه فئة وسيطية لدات ترتيب الترتيب ولا دات الرطبة ترتيب التكرار ولا دا أو ذات الرطبة الثالث والثلاث ذات الرطبة ثلاثة ثلاثة هذه هي هذه هي أنا عندي الوزن عفوا هذه هي الفئة الواسطية رحثوا معي هذا الفكرة ما شيء حاجة صعبة سهلة أنا عود قلونا الجزء الثاني هذا هو هذا صحي جاوبت عليه يعرض هذا النادي على من يريد الانتساب إليه تسعيرتين الآتيتين تسعيرا الأولى دفع 150 دينار لكل 150 دينار لكل مقابل كل حصة هذه مقابل كل حصة لكل اللي متعلق بالوحدة معنتها هذه هي اللي متعلق بال لكل وحدة معنتها شو لاحظ معا إلى إلى حضرت حصة معنتها تخلص واحدة 150 150 في واحد إلا حضرت زوج حصة تخلص 150 في إثنان إلى ثلاثة 150 في ثلاثة ما هو العدد الذي ستغيره هذا الواحد إثناني ثلاثة تلاحظت بل أنك تضرب 150 في واحد 150 معنت هذا العدد الحصة ما تعرفوش حال العدد الحصة انت كتاك ماشي ما شعرفش حال كماشي تكريم أن تحضر من الحصة معنتها هنا تعمل 150 في عدد الحصة اللي متعرفوش اللي هو إكس وتقول لي أن هنا دل خطية آي إكس ما شو للزوجة مبلغ 50 دينار مقابل لكل حصة معنتها هديتها لكل حصة شو كما تسمع مقابل كل حصة مقابل كي ترتبط مع الوحدة معنتها نتربطها مع إكس معنتها تجينا هنا أنا حارف أنا عارف اللي عندي 50 إكس أي عاود معا واسمعتها معا معنتها زائد معا دفع اشتراك شهري قدره 600 معنتها زائد 600 هادي تولي لي دل تألو فيها جيدو إكس جيدو إكس يساوي 50 إكس زائد 600 هاو دلقينا لا يريد آنس أن ينتزب إلى النادي فقام بإجراء الطريقة الآتية كي يقرر لتسعيرتين يختار قحسب تكلفة عشرة حصص مش شهريا بتسعيرتين أي هنا دروق وصنين عرفتها عشرة حصص معنتها نعمل آف لعشرة تساوي 150 في عشرة وتعطينا هنا 1500 ونمشي نعمل جي لعشرة تعطينا هنا 50 في 10 زائد 600 وتعطينا هنا 50 في 10 تعطينا 500 زائد 600 وتعطينا هنا 1100 هناك تلاحظ ما هي الأحسن الأحسن هي هي تسعيره ثانية هنا هنا أين هي هادي هادي الأحسن هي الثانية صاد 2 الصاد الثانية أقل 8 هذا يتلاحظ بلي هنا 1500 وهذا يخلص 1500 معنى هنا يحضر عشرة الحصص بدأ بيستعمل تسعيره الثانية ما يستعمل تسعيره الأولى تسعيره الأولى تخرج له 1500 وتسعيره الثانية يخلص 1500 معنى تخرج لها أحسن أولا هنا أعطونا نسمي X عدد الحصص شهرا هذي كشي اللي قلنا عود رقم يعطونا P1 و P2 وهذي الدالة هذي أعطوها هذي هذي خرجت هنا قال لك على محور الفواصل نرسم تمثيل البياني تمثيل البياني نرسم لاحظ معي هنا سأخبركم أن ترسم التمثيل البياني لكي يخرج لك كل أسد لاحظ معي FDX بالنسبة لتسمياته ما يسمون P أو ما نشعر هناك ما ظهر أنا سميت مهم ثم نعقل معي ما تباري كل من نحل بالنسبة هنا 150 X وعندي G2 X يساوي 50 X زائد 600 لكي نرسم تمثيل البياني تمثيل البياني نرسم لاحظ معي در لكي نرسم هذا تمثيل البياني نعود نرسم نشوف السلم هنا على محور الفواصل نضع 1 سنتيمتر يمثل حصتين عند انتهاء 1 سنتيمتر يمثل حصتين هذه فواصل اختر دار اللي همني وعندي وعلم محور ترضي نعط 1 سنتيمتر يمثل 100 دينار اهي لاحظ معي لاحظ سهلا لاحظ لاحظ هذا البيان لكم خايف منه بعض هو ما يخاف فيما وعند هنا تراتيب 1 سنتيمتر يقابل 100 دينار ايه لاحظ معي ندر كيف نخدم لاحظ انا لنخرج تمثيل بياني صحيح 100% لاحظ لاحظ نقطة طلاق لاحظ لاحظ انا نقطة طلاق نخدمها مقبل نوجدها في الجدول خطر ان رخصكم ترسموا جدول مساعد فدو و جدو جدول المساعد الثاني هنا عندك فدو فدو و هنا عندك جدو ايه يلاحظ معي نخدمه الولا دائم 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 لحظ لاحظ نضع سنطل نتحرك لجد ثم نضع 1 لا ندرك بها طريقة نتلمدي ما يخدمواش بها الطريقة ونريتلم على الطريقة باش يخرجوها وكأنما يرسم أستاذ را يرسم أولا نمشي نخرج هذيك إكس نخرجها بنقطة طلاقي نعمل F2X يساوي G2X باش من بعد كين مدد تخرج لي فيها 100% مبقاش نحوصنا على النقطة الطلاقي ولا نمددها وتخرج لي خاطئة ونبقى بالمصحح نعاود ونعاود نكتب هنا 150 X تساوي 50 X زائد 600 أي لاحظة معي هنا نجينا هنا 150X نقص لها 50X لخطر هذا المجهول نبعته مع المجهول يساوي 600 أي لاحظة معي هنا 150 نقص 50X تعطينا 100X 100X تعطينا 600 معنى هنا X يساوي 600 على 100 وتعطينا هنا 6 معنى هنا نكتب 6 هنا نكتب 6 ما نكتبش واحد اثنين على الزهران ما كانش القرية على الزهران ما كانش معنى هنا 6 نمشي نعاود هنا 150 في 6 تعطينا هنا بالنسبة تعطينا 900 من المفرد 150 150 ذاك هي تعطينا 900 وبالنسبة حتى اللي هنا بسيب عليها تعطينا 900 50 في 6 تعطينا 300 وتزيد لها 600 تعطينا 900 معنى هالنقطتين ما هما النقطتين اللي تضع فيهم 0 600 الاحداثيات على النقطتين عندك الولاء تمار على 00 والاخرى على 6 900 وهنا تمار على 0 600 وبالنسبة 6 900 تلاحظ بلي هذه 6 900 تكون عندي هنا وهنا هادية نقطتها لكم ببقاش نحوص عليها بعد من دورها فيها ايه لاحظ نمشي نرسم المعلم هؤلاء نلاحظ معايا ثم نرسمكم وقم الرسم ثم بالورقة المزيرة يتخلج أحسن سحنا يوري لكم كيف ترسم يوري لكم كيفية باش اننا نخدم بالزاف اختر كائن بالزاف اسئلة لازم نجاوب عليهم في الجيميل انا نحاول نجري في الخدمة باش نحاول نخدم قدر المستطع لاحظ معايا بسرح ما نسمح شويكم هادية وضعية ما نخليها لكم لاحظ معايا هنا عندي اثنان اربعة قد أقلونا كل وحدة تمت الحصاتين هنا الحصاص حصاص ايه هنا ربعة ستة تمانية عشرة اثناش ربعتاش ستاش هنا عندي نتمشي بالمئة مئة مئتين تلتمية ربعمية خمسمية ستة سبعمية تمانمية وتسعمية انا هذي تسعمية هي اللي نحتاجها ايه لاحظ معايا نقطة التلاقي اين هي نقطة التلاقي هي ستة تسعمية ستة 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 هذي عشان نطلع الفوق لعفو بالنسبة للرسم بالله غالب ارشوفوا باللي هذي نقطة التلاقي هذي اللي تخدم لي كلش من بعد في التفسير البياني كلش هذي اللي مفتحتها الحال وعندي النقطة عندي النقطة اللولا هي صفر صفر نبشي ندلل الخطي هاي صفر صفر ونربطها مع هذي معنى هنا نربط كمه هيدا ها لاحظ معايا نربطها بمستقيم 100 مر من مبدأ العفو هنا مجانيش 100% واهم عاود عندي الدلالة التالفية هذي دروق هذي هي FDX اي دروق الدلالة التالفية تبدأ من صفر الستمية هذي ونمشي نقطة التلاقي هذي هي JDX اكتلاحظ معايا هوا دا خرجنا كامل تقريبا يحلينا كل الدلالة في جزء بسيط في وقت قصير ما في حتى مشكل هوا دا خرجنا نزيدوا الاصل لشوفوا الاسئيلة وشعطانا بيين عندت هذي هذي لا ما نعرف حل الجملة Y يساوي 150X بيانيا ماذا يمكن هذا يمثل هذا الحل بيانيا حل الجملة بيانيا لاحظ معايا حل الجملة بيانيا مشي كما حسابيا حل الجملة بيانيا واش معنتها معنتها نقطة تلاقي بيانيا هي نقطة تلاقي حل الجملة بيانيا اختار الجملة هذي هي هذي غي هذي سميناها Y وهذا سمينا Y هذا ما كان Y يساوي 50 600 Y 750 غي يكون تكلم على صيغان كتب FDX وكنتكلم على مستقيم نكتب Y اختار Y هو الترتيبة اختار كل فاصلة عندها ترتيبة معنتها هنا كلموا كامل نقاط نحط مقدام بعد يعطينا مستقيم كنتكلم على مستقيم نحط Y يساوي كنتكلم على صيغة ولا طريقة ولا هنا نكتب FDX ولا HDX ولا مهم الحل الجملة حل الجملة حل الجملة جملة بيانيا هي نقطة التلاقي وين هي نقطة التلاقي هذا هذا والحل هذه النقطة هذه النقطة اللي هي كيش نكتبها نكتبها 6 900 هي النقطة 6900 هذا 900 واش تمثل قال لك وماذا تمثل تمثل أنه تمثل في الوضعية أنه يحضر 6 حصص يخلص نفس السعر بالنسبة للصعر الأول أو بالنسبة للصعر الثانية معنا هنا FD6 يساوي JL6 ويساوي 900 معنا يدفع نفس المبلغ بالصعر مهم هذا حليت لكم كامل الموضوع تقريبا سألت سؤال أخر لغال لا لم يمكن أن نعرف واسم مهم هذا هو الحل لم يكن شيئا صعيبا ترى هذا قريط 10 دقائق أو 2 ما فيه ولكن شاء الله رب يعاونكم وينجحكم وإلى شيئا شيئا أخر عاود بعث ها له وفرصة قريبة شاء الله شكرا